أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدد كبير من الموضوعات اللي بتهم المواطن على مائدة الحكومة الجديدة قال كمان أنه حريص جدا على اختيار كفاءات تحقق تكلفات السيد رئيس الجمهوري فده اللي حنتكلم فيه نتكلم على حاجات كتير جدا مهمة وحضراتكم كمان مهتمين تعرفوا أشياء مهمة ما هي الملفات المهمة اللي حتكون على كيد كل الملفات مهمة بس فيه طبعا ملفات كمان مهمة أمام الحكومة معايا في ضيافة التاسعة دكتور محمد الشواتفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الزقذيق سابقا دكتور محمد بساء الخير يا فلس بساء الخير يا فلس تحيات لحظتك وستدر مشاهدين انطباع الأولاني عن هذه الوزارة يعني أقول لي كده انطباع سريع بعنوان سريع هو الحية طبعا وزارة اخترناها في مدة شهر فأكيد تم دراسة ملفاتها وتم فيها التشاور اتنين وزارة تم فيها دمج مجموعة من الوظائف ومجموعة من الوزارات على أساس أن يكون مطلب قومي أن تتخفض عدد الوزارات إلى 19 أو 24 وزارة فاستطعنا نحل مشكلة الأولى الحاجة التالتة الحقيقة اللي هو ملفات الوزارة في وضوء التكليف كانت ملفات تمس حالة المواطن المصري ربما يكونوا التلات حالات دولار بنإضافة إلى الملفات القومية أو الأمن القومي وغيره لكن هو تات ملفات دولار اللي نقدر نقول انطباعنا عليها وبالتالي نتوقع خلال الفترة القادمة أن احنا عيوننا عليها عشان نشوف بقى مشاكل المواطنين هتحدث زي طيب تعالى نتكلم بشكل علمي ونبدأ نحط خطوط مهمة جدا احنا عارفين أنه هذه الوزارة جايف توقيت صعب جدا وتحديات صعبة جدا الشغل فيها صعب يعني فخلينا نقول ما هي كمان التحديات الاقتصادية اللي بتواجه هذه شوفوا حضرتك اقتصاد مصر مشخص لكل ناس يعني القضايا الاقتصادية في مصر مش محتاجة بحث صح احنا عندنا نتيجة الاشتراكية ونتيجة اللي 40 سنة اللي فاتوا عندنا مجموعة من الأزمات أو أول مجموعة من المشكلات أول حاجة الهيكلة الاقتصاد الوطني هيكله مش متوازن وبالتالي مؤدي إلى عجز ومؤدي إلى مشاكل اللقطة التانية أن الاقتصاد الوطني يعتمد على الوردات بشاكل كتير جدا وده ما يعتمد على الوردات بشاكل كتير جدا فالمواطن بتاعنا حسب الأزمة العالمية أكتر من الناس التانيين ليه؟ لأن 80% من المصريين دخول سبتة صح والأسعار ارتفعت في أوروبا تضخم صح والوجيسيات ارتفعت تضخم وكمان الطلب وعداد السكان والعميل في المسل اللي من بره جمه هنا راح مواطن هنا حسب الأسعار كتيرة فبقى وقف غير المنطقة كلها هو وقف على صفحة السياحة النقطة التالتة كمان أن الأزمات العالمية أثرت على موارد الدولة الأسسية السياحة تحولية المصري في الخارج قناة السويس قناة السويس عندها مشكلتين الأزمة العالمية واللي بيحصل في فلسطين نتيجة الأزمة يعني 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 بتعاني من كل عندنا إحنا الحقيقة انطلقنا من 16 لحد 20 انطلق قويسي جدا وحققنا معدل نمو تجاوز الخمسة في المية صح لكن من 19 أو بداية 20 لحد النهاردة الأزمات العالمية حدث هناك تأثير على الاقتصاد الوطني صح ليه بقى؟ لأن كان الاقتصاد الوطني أدام معتمد على الآخر أو معتمد على الآخرين فيبقى هنا بتأثر أكتر عشان كده تأتي القضايا الأساسية إزاي نحلها إزاي نتكلم بقى الأزمات العالمية أثرت على وردات الدولة إيرادات الدولة أثرت على أسعار الراحل للمواطن أثرت على الإنتاج وحركة الإنتاج داخل التصنيع عشان كده ما نيجي نقول النهاردة المشاكل مشخصة الحكومة هتعمل إيه؟ إيه أولوياتها عشان نقدر نشتغل يعني خلية نقول من أهم التحديات إنت حضرتك بتتكلم دلوقتي على الحلول يبقى إحنا عارفين التحديات اللي عندنا عندنا تضخم عندنا أزمات العالمية مأثرة علينا مأثرة على الاقتصاد وعندنا طبعا الاستيراد يعني طيب الدولة بقالها فترة مع الأزمة بدأت في مسألة تقليل الفاتورة الاستيرادية وبدأنا نحس إنه يبقى فيه كل ما تقدر تعمله يعني والصناعة حل أولي حل مهم النهاردة عندنا كمان في الحكومة الجديدة استحداث لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للصناعة الفريق مهندس كامل الوزير خليني أقول إنه توطين الصناعة ممكن يوصلني الفين يعني أو الصناعة اللي عندي لو أنا اشتغلت عليها بشكل كويس جدا إزاي تقدر تساعدني في هذه التحديات مشكلة مصر لا تحل إلا بالإنتاج بمعنى إن كل جهود الدولة النهاردة لازم تروح على إن الانتاج والانتاج يكون مصري سواء انتاج زراعي أو انتاج صناعي أو انتاج خدمات أو غير وإذن في هذه الحالة إيه لأن زي ما قلت تحدث لك إن القضية عندنا تشغيل يبقى لازم أشغل عشان أشغل مصانع عشان أيدعمل عشان يجيب انتاج التشغيل بقى أحسن أنواع الانتاج فيه تيجي التصنيع التصنيع النهاردة عشان أشتغلي بلازم يكون عندي مزايا نسبية أشتغل عليها العالم بالرغم من أزماته اللي أنه بيلعب لصالحي بالرغم من أزمات العالم اللي موجودة للوقتي إلا أني لو استطعت أشتغل معايا شغلة أفضل حيلعب لصالحي بمعنى اللي أنا عندي طاقة غير مستغلة عندي موارد بشرية رخيصة قصدي عمالة رخيصة عندي أسواق متسعة بتاعة أفريقيا والدول العربية بنيت السنوات السابقة بنية تحتية قوية جدا أصبح عندي مواني طرق النهاردة كبيرة أصبح عملت طاقة جديدة ومتجددة عندنا أكبر مكان للطاقة الشمسية عندي مواني حيوية كتير ومواني جافة وعندي كل الحاجات دي في نفس الوقت كمان الوقت اللي أنا عندي موارد بشرية كتير أو رخيصة وعملت مناطق توطط صناعي وعملت مواني تحتية أوروبا بتعاني من الشيخوخة وفي نفس الوقت كمان تضخم عندها تضخم طلب يعني طبع فإذن في هذه الحالة هي من مصلحتها أنها تبحث عن مواطن جديدة للتصنيع عشان تطلع منتق إذن أنا أوروبا اتفقنا دلوقتي مصالحنا اتفقت في أن يكون كل واحد ياخد حتيار في أن يكون نقل الصناع نقل التكنولوجيا نقل المصانع لأن أوروبا عبارة عن أكبر شركات متعددة الجنسية وبالتالي هنا الاتفاق الأوروب بالمصر الأوروب والتحاد الأوروب كان موجود من مصلحتنا كثير جدا أننا نشتغل عليه يعمل لنا إيه أولا نوطن صناع نجيب صناعات هذه الصناعات نحول بيها تكون أولا نقدر نحل محل الوردات وكمان لأننا مش فاتح مناطق صناعية وعمل البنية التحتية دي كلها عشان أعمل لإحلال محل المنتج الأجدابي لأنا عامله عشان يكون هناك مركز تصدير لأننا عايز أعمل يكون مصر مركز استراتيجي لخدمات العالمية وخدمات التصديق طيب خليني أقف عندي جملة الحقيقة يعني يمكن كان يعني في الأسبوع بداية الأسبوع ده كان الحقيقة يعني مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الحقيقة يمكن رئيسة المفاوضة بالاتحاد الأوروبي ذكرت جملة يعني توقفنا عندها قالت لو تعوان الاتحاد الأوروبي مع مصر ممكن يعني نهد جبال العالم سيحتلف فنهد جبال دي يعني معناها أن هم جايين بمنتهى الثقة بيمدوا إيدهم وهم مش حيمدوا إيدهم لمصر إلا لو شايفين أنه فرص العمل مع مصر كبيرة ما هي الفرص التي يراها الاتحاد الأوروبي شوها فأوروبا دايماً بيسموها الرشد الاقتصادي قررتها فيها رشد الاقتصادي يعني مش فيها عواطف وبالتالي عشان هو يجيني هنا معنى ذلك أنه درس الاقتصادي بتاعي وعارف أن مصر هي أكبر مركز استراتيجي في المنطقة يمكن الاستفادة منه ليه؟ أوروبا تتجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة صحيح وبالتالي هنا أنا عندي النهاردة مصر عندها قدرة طبعاً وقدرات مؤسسية كبيرة على أن يكون هناك طاقة جديدة متجددة النقطة الثانية مصر عندها النهاردة عندها قعدة على 7% أو 8% عايزة تتوسع فعايزة بنية تحتية هم كمان يقدروا يساعدون في البنية التحتية اللي موجودة الحاجة التالتة أوروبا عندها شيخوخة وبالتالي محتاجة أيدي عاملة مهرة هذه الأيدي اللي عاملة مصر النهاردة بتعيد هيكلة جماعتها عندنا النهاردة جماعات تكنولوجية وعندنا 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 إذن المورد البشر النهاردة أنا بعيد تهيئته مرة تانية وبالتالي في هذه الحالة هنا أوروبا من مصلحتها تتعامل مع مصر لسابين السابي الأولاني ما تتوافر بهم المزايا السابي التالي لمصلحتها باعتبار أن مصر أكبر قوة اقتصادية في شمال أفريقيا تستطيع أن تحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وبالتالي نهاردة ميوبا عندنا 10-12 مليون مهاجرين في داخل الدولة المصرية وعايشين عيشة كويسة ليسولاجين وغيره أنا شايلهم عن أوروبا من هنا تأتي المصالح المنافع المشتركة والمنافع الأساسية التي يمكن أن تتعامل مع إيه مع أوروبا إذن المؤتمر اللي حصل ده كمان حيث مهمة جدا المؤتمر اللي حصل ده مين يجيب للاستثمار ثبت وخلال الأربعين سنة اللي فاته الحكومة لا يمكن أن تأتي باستثمارات مين يجيبه المكتب التجاري أو الثقافي اللي موجود لنا في السفارة ده موظف يبقى إذن هنا لازم يكون القطاع الخاص بتاعنا أطلق العنان له عشان يعمل التفاقيات مع الشركات التانية ورجال العمال التانين عشان أبدأ أبني كيانات اقتصادية وقدرات مؤسسية له لأن الهدف النهاردة إن أنا اقتصاد النهاردة بما إنه بكر وريعي صح يبقى لابد إن أنا أحول الاقتصاد التخليقي وفي نفس الوقت أشغل عشان هنا أنا عندي من قومات أوروبا لا يمكن هتجيني إلا زكاة درسة معطيات الاقتصاد الوطني طبعا إلا لو كمان شايفة إنه مصر بوضعها يعني الجغرافي والجيو سياسي وكله قادر على إنه واجه كل الجيو سياسي والتاريخ وغيره العوامل مساعدة وقويسة لكن المعطيات بتاعت الاقتصاد الوطني معطيات قوية صحيح وبالتالي في هذه الحالة إيه اللي ينقصها بالاقتصاد الوطني إيه المشكلة في الاقتصاد الوطني المشكلة في الاقتصاد الوطني تتلخص في جملة وحدة التشغيل والتشغيل يعني إدارة يعني إيه فندم إن أنا لو قدرت قدرت أعمل إدارة جيدة وشغل المؤسسات الوطنية تشغيل جيد وشغل الجهاز الإداري بتاعها تشغيل جيد ستنتقل معدلات النمو من ثلاثة ونصف المئة للسبعة في مئة طب هل هنا يعني نحن أمام أمل وعمل جديد إن شاء الله في حكومة جديدة يعني يمكن المجموعة الاقتصادية كمان في مجموعة اقتصادية وفي يعني كما تحدث يعني الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في الوزارة مجموعات وزارية فيه فرق عمل مختلفة فيه طريق التفكير في التعامل مع الاقتصاد هتكون بشكل مختلف كيف ترى شوفي حضرتك النهار ده أنا تبعت مؤتمر دولة الرئيس وفي نفس الوقت كمان عجبني حاجتين إحنا الدولة المصرية قادت هنعمل شباك واحد من يام مبارك صح لكننا لم نفزه وقالوا هنعمل كارتة دهبي وبرضو ما نفزه إيه اللي حصل إن احنا عندنا بنشتغل في جزر منعزلة إذن نهاردة حل الجزر المنعزلة النهاردة دي إن الناس تقعد معهم إن أنا أعمل مجموعات وزارية وفرق عمل متعددة المهام صح وكل القرارات تبقى فرق عمل وأخذ بتجربة مصر في حل الأزبات بمعنى إن المبادرات اللي عملها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأولى من حكمه من 14 إلى 21 هي اللي حدت المشاكل صح فبالتالي أنا النهاردة ما جيش أوز مشاكل صحية زي فيروس ما قدرش أوزع فلوسي لأن أنا ما عنديش موارد أنا ما عنديش موارد موارد ضعيفة والأزمات الدولية كمان قليلتها يبقى إذن لازم أشتغل بأسلوب المبادرة بمعنى إن أنا حل مبادرة للتصنيع أعمل مبادرة للمشروعات الصغيرة أعمل مبادرة للمشروعات متوسطة بس يكون وفق رؤية وطنية بمعنى إن لازم تكون الحكومة النهاردة عندها تلات مؤشرات لازم تقولنا عليهم بمعنى إحنا والمنافسة العشر سنين يجيين فين في التعليم في الصحة يعني إسرائيا هتبقى فين إيران هتبقى فين تركيا هتبقى فين وانا هتبقى فين يبقى أول حاجة لازم أدرس المحيط الأجنابي بتاعي الحاجة التالت التانية توقعات الناس تحاد الأوروبية توقع فيه إيه الدول العربية توقعتها فيه إيه يعني بنتكلم على العلم والعمل والأرقام الحاجة التالتة بقى إن العالم تحول يبقى أنا مش هقدر أغير العالم لكن أكيف معاه من هنا الثلاثة استراتيجيات اللي هو لو اشتغلت الحكومة عليهم إزاي ندرس توقعاتهم وندير فلسفة الدولة وفي توقعات الناس ونحدد طموحات الناس وتوقعاتهم باشتغباتهم الأمر التاني المنافسة اللي موجودة لأننا نعند أربع قوة إقليمية وعندي 22 قوة منافسة القوة الإقليمية اللي هي إيران وروسيا وأصد وإيران وتركيا وإسرائيل ومصد أربعة القبار الموجودة في المنطقة لازم أعرف هم هيعملوا إيه وفي نفس الوقت كمان التحولات اللي هتم إزاي فضوء كده ببديل سفنتي عشان تكيف مع المتغيرات وقدر اختنص النهاردة الظروف كلها بتقولي إن مصر قادمة مع العلم العالم الناس شايفة إن الوضع سيء أنا متفائل شويتين وبقول لا أنا كمان متفائلة بس عندي سؤال أخير قبل بس انتهاء الفقرة بريكس يعني بريكس هل هي أيضا من الملفات اللي هتشتغل عليها المجموعة الحكومة الجديدة خصوصا أنه مصر يعني من ضل الأزمات دخلت مجموعة بريكس وأيضا بنك التنمية في بريكس فهل ده ممكن يضيف أيضا يعني بقى فيه مساهمة أيضا المواطنة دي مش معاني دلوقتي وفيه أستاذ جامعة بنتمعاني وطيب بس أنا واستفادة من بريكس تتوقف على قدرتي أنا هدل بريكس إيه كل ما كنت عندي قدرة عالية على أني هدل بريكس وأخذ منها هجيب سلع لكن افرض أنا هجيب أمح من عندهم بالظبط أنا أخذ أمح من روسيا هجيب أمح هياخد جنيه صحيح عشان أطلع إنتاج النهاردة عشان ما روسيا أقول لها عايز أمح تقول لي عندك إيه أديها مصنع أديها صناعة الصناعة عايزة إيه يبقى إذا عشان أستفيد من أي حد في العالم لازم بيحتوش التبادل أبقى أنا قوي يعني لازم بيحتوش التبادل يعني لازم بيحتوش يبقى عندي حاجة قيمة أدهاله ما لم يكن لدي حاجة قيمة أدهاله يبقى أنا في هذه الحالة أضيف على البريكس ومش تستفيد منه وبالتالي الاستفادة من البريكس أو صندوق النقاد الدول أو أي مؤسسة تتوقف بها القدرة المؤسسية بس وجود ده يخليك أنت على طول تدور إنتاجك وتشتغل عشان تقدر أعتقد الملفات الصناعة وتصنيع حاجة زي كده وأعتقد أن هنا في حاجتين عايز أقولهم أب نمشي أنه عندنا في حاجتين حصل تنمية بشرية وتنمية صناعية ده نابرئيس وزارة وده نابرئيس وزارة وأنا عجبني هذا التوازن معنى ذلك أنه إحنا دلوقتي هنمي الصناع وهنمي البشر صح وبالتالي هنا بدخلنا حطينا رجلينا كخطوة على بلية الطريق إن شاء الله لكن المشكلة لازم نوصل للطريق وأنا واثق أننا قادرون أكيد نحن قادرون أكيد كل الأمل والعمل قبل الأمل أكيد إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشوات في أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال عميد كل التجارة جامعة الزائزي سابقا أشكرك شكرا جزيلا